تتفاقم الخلافات الحكومية في إسرائيل مع استمرار العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة وتضاء الفرص الحل السياسي آخر مظاهر هذه الخلافات يأتي في ضل اعتراضي وزير المالية الإسرائيلية سموت ريتش على خطة لتمويل شراء طائرات حربية لصالح الجيش انقسامات لا تنتهي وخلافات جديدة تطفو على السطح هذا هو الوضع في الداخل الإسرائيلي وتحديدا في السلطة بين أعضاء الحكومة ولعل آخر هذه الخلافات كان من وزير المالية سموت ريتش الذي غادر اجتماع الكابينت السياسي بعد خلافات مع وزير الأمن يوآف جالانت ورئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي حول شراء مقاتلات جديدة سموت ريتش بعدما غادر الاجتماع أصدر بيانا شن من خلاله هجوما حادا على جالانت وهاليفي واتهمهما بتعطيل عقد اجتماع لللجنة الخاصة بفحص ميزانية الأمن وإصرارهما على مناقشة صفقة الطائرات في إطار الكابينت في محاولة لتجاوز اللجنة ويعترض سموت ريتش على المصادقة على شراء إسرائيل سربي طائرات من طراز F-35 وF-15 وذلك إلى حين عقد اجتماع اللجنة فيما يحذر جالانت من أن عدم المصادقة على شراء الطائرات حتى نهاية الشهر سيؤدي إلى تأخر الصفقة ثلاث سنوات وارتفاع سعرها بنحو مليار شيكل وعلى جانب آخر وخلال اجتماع لمجلس الحرب أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتزي هاليفي أن الحاجة باتت مرحة للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس يفضي إلى إطلاق صراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وذكر موقع ولا الإسرائيلي أن هاليفي قال خلال الاجتماع إن جيش الاحتلال يمارس ضغوطا عسكرية على حماس لا سيما من خلال العملية في رفح الفلسطينية مشددا على أن ذلك الضغط يجب أن يكون مرفقا بعملية سياسية لإطلاق صراح المحتجزين الموقع أكد أن جميع الرؤساء وقادة الأجهزة الأمنية بما في ذلك فريق التفاوض عبروا عن موقف واحد خلال اجتماع الكابينت وشددوا على ضرورة التحرك عاجلا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق صراح المحتجزين حتى ولو كان ذلك بثمن الاستعداد لمناقشة المقترح الأخير الذي وافقت عليه حماس وتقديم المزيد من التنازلات هذا هو الوضع إذن حاليا على مستوى القيادة الإسرائيلية ما بين اضطرابات سياسية وضغوطات داخلية من أجل إتمام اتفاق الهدنة لتحرير المحتجزين